ونرجع معكم مستمعين وصار معنا كمان عبر من السيديو النقال بالعاصمة المصرية الكاهرة سيادة المطران الأنبهاني بخوم المعاون البطياركي لشؤون الإبارشية البطياركية بمصر صباح الخير سيدنا صباح الخير أولا كل عام وأنتم بخير النهاردة كل الكنيسة كاسوليكية بتحتفل بعيد ظهور العزراء مريم بقرية فاطيمة البرتغال ظهور أكتر من مائة عام لثلاث أطفال بيحمل معاني مختلفة حتى معاني مختلفة عن الظهور بلورد نقدر نقول أن النهاردة عيد أن في العزراء مريم بتعطي رسالة روحية شملة بتهموا وقعنا وتاريخنا كلمة عن الحروب كلمة عن كل التوقعات والأشياء اللي حدثت في القرن العشرين فبالفعل بنتمنى اللي احنا النهاردة بنحتفل بهذا اليوم ونستقبل هذه الرسالة مثل السلاس أطفال حب الله وأفعاله الخلاصية نشارك بالظروف بتاعتنا في ألام يسوع من أجل خلاص العالم فكل عام وراديو مريم وكل المستمعين بخير وصحة وسلام ينادي عليك كمانا سيدنا وكل عام وأنت بخير ومنشكر كمانا أمنا العذراء اللي ما كانت أبدا صدفة ولكن بتدبيرها أنه اليوم ينطلق سيديو راديو مريم بمصر بالعاصمة القاهرة ببركة أمنا العذراء سيدة فاطيمة وبركة سيادتك سيدنا هاني بخوم يلي كمانا بفضل تعبك وجهودك كمان نتشكرك من القلب على رعايتك لستيديو راديو مريم بالعاصمة القاهرة ومن القلب فعلا كل عائلة راديو مريم تتقدم منك بالشكر سيدنا وعلى محبتك الأبوي ومحبتك لكل عائلة راديو مريم شكرا لكم جميعا بالعكس أنا الممتن للتعاون ده وبشكركم وبشكر كل الناس اللي بتساعد في هذا العمل الكرازي المهم سيدنا اليوم كمانا صباحا الاستاذ جوزيف نصار المسؤول عن راديو مريم والمسؤول عن راديو هات مريم بآسيا وأوكيانيا كمان حيا سيادتك وشكرك كمانا على رعايتك للستوديو النقال الجديد لراديو مريم بالقاهرة وكمانا بيفرح الاستاذ جوزيف كمانا أنه اليوم لأول مرة عم نسمع كمانا صوتك على أثير إذاعتنا من الاستوديو راديو مريم يلي نطلق من خلال هيد المؤيبة لرسميا سيدنا اليوم شو أهمية وسائل الإعلام المسيحية بعالمنا العربي بالتأكيد يعني وسائل الإعلام المسيحية ليها دور كبير وأهمية قصوة في الكنيسة الكنيسة بتخصص لها حتى يوم عالمي للإعلام عادة بيكون يوم الأحد اللي هو بيلي صعود الرب وقبل حلول الروح الكدس أعتقد بهذا التخصيص والتكريس ليوم مخصص للإعلام المسيحي هو دلالة أن الإعلام رسالته الأساسية هي إعلان الكلمة الكلمة اللي صارت بشرا بيننا الكلمة اللي صعدت للسماء وبترسل لنا المعزي يعني أنا بعتقد أن أهمية وسائل الإعلام مرتبطة ارتباط جوهري برسال وكيان الكنيسة اللي هو الكرازة وإعلان الكلمة والتبشير وسيدنا كيف تشوف اليوم رسالة راديو مريم بعالمنا المعاصر يعني نحن متل ما بتعرف سيدنا مشينا على خطة العائلة المقدسة ووصلنا إلى مصر حتى يكون كمان راديو مريم صوت لمسيحي هيدا الأرض المقدسة شخصيا أنا مؤمن جدا جدا برسالة راديو مريم ووسائل الإعلام كمان فنقدر نقول المساعدة والمساهمة الجوهرية في خدمة الكنيسة أنا شخصيا بعتقد أن لم أفر من هذه الوسائل في الوقت الحالي لو بقدر أتكلم على رسالة راديو مريم بطريقة خاصة بربطها جدا برؤيتنا كمكتب إعلامي كسوليكي في مصر واللي من أجله إحنا ابتديني هذه الشراكة وهذا التعاون علشان كمان نطلق استوديو نقال كمان في القاهرة لراديو مريم بنقدر يعني لو حابب أحط بعض النقاط الرئيسية لرؤيتنا والرسالة راديو مريم في رأيي هي أول حاجة طبعا الكرازة إعلان كلمة الله زي ما كنت بقول سابقا بطريقة وجودية بتخص وبتخاطب واقع الإنسان المعاصر مش إعلان كلمة عبارة عن نظرية أو عقيدة نقدر نقول كده يعني متعالية عن الفكر ولكن كلمة بتساعد الإنسان أن يولد من علا ده أول هدف رأيي لراديو مريم وكمان لمكتبنا الإعلامي نقطة تانية هو نقدر نقول تواصل التنشئة المسيحية بقصد إيه بالكلمة دي إن كل اللقاءات كل البرامج اللي بتبس مهم إن هي تساعدنا على النضوج والنمو في الاحتفال بالأسرار المقدسة يعني بتكون لنا مدخل علشان نقدر نحتفل أفضل وأفضل بهذه الأسرار بعض تالت بيهمني جدا هو الصلاة اللي إحنا نصلي سواه اللي إحنا يكون فيه شركة في كل التقوس يمكن الميزة أو الشيء اللي بيميز بيميز راديو مريم في القاهرة إن شاء الله حيكون اللي هو بيخص كل السبع طواقف كاسوليكية حتشوف إنه كل يوم من الساعة الستة لسابعة فيه صلاة غروب بتقس معين بتقريد معين بغنى معين بآباء معينين مختلفين عن الآخرين البعض التالت اللي إحنا نكون في الصلاة سواه وممكن نقول يعني شيء أخير ولكن مش آخر حاجة أكيد فيه أشياء تانية أكتر هو يهمني جدا بعض خلق الشركة بين كل المستمعين في العالم العربي وكمان خارجه نعم حلو كتير سيدنا النقاط اللي ذكرتهم عن كمان أهمية الرسالة راديو مريم وكمان مثل ما حضرتك ذكرت أنه كمان رح من الأسبوع القادم بإذن الله من الساعة الستة للساعة السبع مساء بتوقيت روما وتوقيت مصر رح يكون في عنا البث من الساعة راديو مريم بي القاهرة لصلاة المساء مع العظى والمسبحة الوردية أكيد البرنامج رح يكون كمان يعلن عنه قريبا كمان على صفحاتنا ووسائل التواصل الاجتماعي سيدنا اليوم شو أهمية الصوت بإيصال كلمة الرب نظرا أنه منشوف كتير من الناس بفضله الوسائل المرئية على الوسائل المسموعة يعني نقدر نقول أن الصوت هو أحد تعبيرات الكلمة يعني الكلمة بتقدر تصل بكذا وسيلة تقدر تصل بالإشارة بالنظرات بالتواجد كمان بتقدر تصل عن طريق الصوت فبالتأكيد الصوت هو وسيلة همة جدا للأشخاص مختلفة عن الواقع المرئي تلفزيون فيديوهات أفلام لأن الوسائل المرئية مش دايما متاحة اللي احنا نقدر نصل إليها يعني بيجي في مثلا في بالي أوقات كتير جدا بنضيحها من وقتنا وإحنا في العربيات وإحنا في العمل صعب جدا اللي احنا نصل لوسائل مرئية بيبقى هام وأساسي الصوت والوسائل المسموعة فأنا بعتقد هي وسيلة أساسية علشان نقدر نصل لقلب العالم في أوقات مختلفة سيدنا كمان شو هي الرسالة حضرتك بتحب توصلها للمسيحيين ولا مستمعي راديو ماريا والمنتشرين بكل العالم اليوم يعني أنا في كلمة بصراحة عزيزة قوي علي في الفترة دي بحاول دلوقتي نعمل مبادرة اللي أنا بزور كل الأبائي الكهنة في رعاياهم وطبعا لأن كل واحد في وحدة كبيرة جدا منغلقين منعزلين مفيش الاحتفالات مفيش الصلوات القدديس والأنشطة وبحاول أوجه كلمة لكل رعية عن طريق وسائل التواصل في رسالة يعني غالية عليها شوية أنا يعني بشوف في الفترة دي اللي احنا بنعيش في الخمسين المبركة نفس خبرة التلاميذ الأوائل بعد قيامة يسوع التلاميذ بعد قيامة يسوع كانوا منغلقين خايفين منعزلين محبوسين في غرفة والأنين هم يمكن كانوا ألأنين من خوف من اليهود أنهم يمسكوهم ويعملوا فيهم نفس الشيء اللي تم مع يسوع نعم احنا يمكن خايفين والأنين بأسباب أخرى ممكن بسبب كورونا الوباء واعتقد كمان أن السورة اللي احنا فيها دي دلوقتي هي صورة نقدر نقول الواقع بنعيشه حتى قبل وباء كورونا اللي هو الإنعزال كلنا بنبقى وقت كتيرة خايفين خايفين في قلوبنا ومنعزلين خايفين من الآخر خايفين من المستقبل خايفين من عدم الضمان خايفين اللي احنا نفقد شغلنا خايفين من الأمراض يعني الواقع اللي احنا بنعيشه النهاردة من الإنعزال ومن الخوف أقدر أقول كما كان في عصر التلاميذ الأوائل بنحياه الآن الخبر المفرح الشيء اللي بيعزيني واللي أتمنى أن يصل لكل قلب شخص بيستمع لنا أن يسوع المسيح القائم أول خاصية عنده أنه بيخترق الأبواب المغلقة بيدخل في هذه الغرفة اللي مقفولة والإنعزال ده بتاع التلاميذ وأول حاجة بيعطيها بيقول سلام لكم حقيقي يسوع المسيح قادر اليوم أنه يدخل في بيوتنا يدخل في قلبنا ويضع سلام يخلق سلام برغم كل الصعوبات اللي احنا بنمر بيها يسوع المسيح أبداً ما وعدنا بتغيير ظروف أبداً ما وعدنا بيأثر فيها إنجيل لقاء الإصحاح 21 لما يسوع المسيح كان بيتنبأ حرفياً عن اللي احنا بنعيشه النهاردة بيقول وستحدث أوبئة ومجاعات وأحداث مخيفة كثيراً وهذه ستكون فرصة لكم لكي تعلنوا الخبر المفرح البشارة الوحيد اللي تنبأ عن حياتي وعن حياتك وعن حياة كل مستمع هو يسوع المسيح واللي فعلاً ضبر لنا سلام ده اللي انا بتمنى ليه يوليكم النهاردة إن يسوع المسيح من خلال الكلمة من خلال الصوت المسموع ده يقدر يدخل في قلبنا ويعطينا سلام ببركة الأيام الخمسين المقدسة اللي احنا بنعيشها بشفاعة أمنا العزراء مريم سيدة فاطيمة أمين شكراً سيدنا على رسالة الرجاء واللي فعلاً متلمس القلب وأيضاً على رسائة على كلمتك الأبوية يلي فعلاً بتشدد المستمعين بالإيمان وبالربء القائم من بين الأموات نجع نتشكرك سيدنا عن جديد على هالمقابلة الحلوة على كمان رعايتك لاستوديو راديو مريم بالعاصمة المصرية القاهرة ونشكر كمانا الاستاذة رامي كمان موجود مع حضرتك على المكسر حتى كمان يكون البث بأفضل طريقة ومن القلب بدأ نشكركم وبدأ نطلب من سيادتك البركة الختمية لكل مستمعي راديو مريم بافتتاح الستوديو النقال الجديد لراديو مريم بالقاهرة فعلاً خالص الشكر ليكم جميعاً كل الاسطاف في راديو مريم في ايطاليا وفي كل العالم شكر خاص كمان لكل الشباب اللي بيتعاونوا معانا هنا واللي هما بيعملوا كل المجهود رامي وكل الفريق اللي معاه وبالفعل البركة اللي أنا حابب أعطيها لكم أتمنى أنها تصل لكل الأشخاص فاليبارككم السلوس القدوس الله الآب والابن والروح القدوس شكراً وصلوا لأجلي شكراً لك سيدنا ودايماً أكيد صلاتنا لحظتك حتى ربنا دايماً يكون معك ويقويك بكمان رعايتك للكنيسة وللأبرشية من القلب شكراً لأجليك سيدنا وربنا يباركك شكراً شكراً لأجليك يا مريم بك رفوقتي شمس وقمراء شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة